قدمت فضائية نورسات التهنئة للأب الدكتور جمال خضر بمناسبة تعيينه نائباً بطريركياً للكنيسة الاتينية في الأردن حيث أجرت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين مقابلة مع الأب خضر حول موضوعات عديدة تحدث بداية حول انطباعه عن الكنيسة في الأردن ورأيه بضرورة إعادة تشكيل النظام الكهنوتي في الأبرشيات وكذلك مسؤولية المؤسسات الكنيسية في المملكة الصحية والتعليمية والإغاثية وعلاقة المؤمنين بالكنيسة إضافة إلى موضوعات عديدة كالحديث عن دورات التعليم المسيحي وكيفية قراءة الكتاب المقدس ودور المرأة في خدمة الكنيسة وسبل دعمها وتأمين حقوقها في الجوانب الاجتماعية المختلفة وأيضاً أهمية دور الإعلام في خدمة الكنيسة وغيرها من الموضوعات المقابلة كاملة سيتم بثها لاحقاً وفيما يلي مختطفات من المقابلة دائماً نقول الإعلام مهم والآخر خلينا نركز على موضوع الإعلام اليوم في فترة كورونا وما بعد الكورونا نعم وهذه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الإعلام كغابة يدخل الإنسان على الإنترنت على اليوتيوب أو على أي وسيلة أخرى وفيه آراء مختلفة متنوعة ومتناخضة في نفس الوقت بشكل مربك تماماً وجود محطة زي نورسات كمحطة كاثوريكية موثوق فيها نعرف ما هي رسالتها نستطيع بكل طمئنان أن نوجه مؤمنيننا إلى أن يستمعوا إلى نورسات كمصدر لعرض هذا الإيمان المسيحي ولوضع المسيحيين في الشرق وجود محطة نورسات ومثلها إذا في محطات أخرى أو مصادر أخرى تجنب شبابنا ومؤمنيننا أنه يتعرضوا إلى آراء تخالف الإيمان وآراء تحيدهم عن رسالتهم بينما رسالة نورسات والإعلام الكاثوريكي هي رسالة واضحة ورسالة فيها هذا الخبر الصار ورسالة فيها هذا التوجيه للمؤمنين وكثيراً اللي بتابعوا نورسات في بيوتهم فهيك من يكون مطمئنين أن الرسالة تصل بطريقة سليمة صحيحة نقية صافية وليست ملوثة كوسائل التواصل الاجتماعي فإذا كانت وسائل الإعلام مهمة اليوم أهميتها أكبر لأنه الأراء اللي ابتصل لمؤمنيننا أراء خبيثة مسمومة موجودة بحاجة إلى إعلام يوصل الرسالة بطريقة واضحة وكما مرة كبشرة كخبر صار إلى المؤمنين من هنا بشكر نورسات على اللي بيعملوا وعلى التفرع اللي بيعملوا نورسات قداس نورسات الشرق نورسات الشباب اللي موجودة حتى فعلاً توصل رسالة المسيح للجميع من خلال هذه الوسائل الإعلام اشتركوا في القناة